حظنا أن الناس لا تعافوا شي يأكلوا بدليل واحد عنده سكر وتبشي يأكل لك الفريد ويأكل لك يأكل خبز ديال الفورس ويأكل لك ماكل ديال المعلبات هذا ما فهمش على أنه العرق دياله راهم تلعافوا وتتراكم فيهم مواد لما تتقدش تدوز الجسم ولا يتخلص منها الجسم بدليل تتلقى من بعد ثلاثة سنوات ممكن خمس سنوات العوينات يضعفوا الكلاوي يضعفوا والبنية تضعف ويأكلوا ما فهمش على النقص يتعلموا يأكلوا مية في المية فإذا صفر بقية ماذا ما بغوا يفهموا وما فهمتنا الخطاب ديال مجموعة الطبيعة يقولونهم كولوا كل شي ما كان مشكل واش هذا فهم علما أنه يضعف العروق بخصوص الموض السكالي الذي يضعفوا عندك المواد الحيوانية بدأ بالحيوانية اللحم الحمراء بالخصوص إذا كانت هرمونية والبقية أقبح اللحم الحمراء زيت على تجاج الرومي والبيبي التي تضعف القلب وتضعف العروق العروق للقنوات الدموية وتضعف الكبيد هو من الأعضاء لتتضم السكالي داخل الجسم إذا إلى أين يبقى هذا الجهل وعلماء التغذية يتكلموا بشكل واضح حضروا رأسكم الكبيد يتكرفس مع أي أكل حضروا رأسكم من القنوات الدموية الضعاف هنا في الإنسان تبدأت تتصاب مشاكل ويوجد الوليدات عندنا ويوجد الوليد معه 11 سنة في طوال ويحفظوا أربعة أشهر حتى الخمس شهر استطاعنا بالفضل الله أننا نتغلبوا على السكالي والطبيب هو يدلون الأنسولين إذا أراهم يجب أن يكونوا معهم فقط يجبونهم الطريقة وفاجأوا بعد أن تتبعوا هذا النظام الغذائي اللي قد نعطيكم وكثير من الناس يتبعون النظام الغذائي يستطيعون يخرجون من اللانسولين وعندنا المئات يخرجون من اللانسولين دلات يعيشوا حياة عادية وهذا دليل على أنه التغذية محوار في علاج السكري أول مادة سنركز عليها وممكن أنها تكفي إلى احترمنا الاحترام هو زيت الزيتون على الريق هذا الوليد لسبعتاشر سنة هو تعاني من السكري ممكن اليوم عنده عشرين سنة ممكن عنده خمسة عشرين سنة حنا نمتل تلاتين سنة ما لدينا مشكل زيت الزيتون على الريق تكون حرة بلا ملحة تتقدس ساعتين قبل الإفطار تتقوّل قدوات الدموية تتقوّل قلب كثير من الناس عندهم الكلوي عياني تخرجون من الفشل الكلوي كثير من الناس عندهم الكابيد عيان تخرجون من التشمع كابيدي واحد جاني من بوستون البرح من بوستون من أمريكا الشمالية من يتبع معنا تخرج من ضعف النظر وخرج من ستياتوز اللي هو الكبدات التي تكون فيها الشحمة ودليل على أن الأطباء تفاجأوا من يكن هذا العلاج بهذه القوة وبهذه الصرامة وبهذه الإنتاجية وبهذه في كاسيتي وبهذه الجودة دليل على أنه زيت الزيتون من أرقة ممكننا استعمله في ضبط السكري وتنحمل قنوات الدموية وتدقي الأوكسيجيناسيون ديال الدم الكابيد مرتاح البونكريا مرتاح الكيلة مرتاحين حتى الدماغ تقوى ومرتاح كلهم تتعاونوا باش سيد عنده السكري نتعاونوا معه نقدروا نغلبوا على السكري إذا زيت الزيتون على الرح ثانيا كل خوضة الخضراء اللي يقدر سيد يتحملها ويعرفها ويستود منها خوضة عصائل هنا تنصح بزيار في المعدنوس لدينا حق في 100 قرام 250 قرام في النار خضر المطحون وكيغسلوه بالماء ونشفوه في الأقطوب للقطن ونحاول نستعمله بطريقة جيدة هنا تنخضو عصائل قبل الأكل بالطبع أربع ساعات حتى نساعة ممكن نضيفه إلى التفاح والتفاح مهم في مراقبات كثير من الأخطاء اللي كان في الكيلة بحل الحجر أو الكابيد عين تنقضو التخونزاميناز أو نتكلم مثلا على العياءات الجسم لمول السكري عرفها بشكل كبير وهكذا المانعات ترتعبها بشكل كبير وليما الكرافس اللي عنده التنسيوم زيانة أو البرو أو التوم أو البصل هذا كله سنستعملهم كلهم اللي سنستعملوا الماء والبصل في السكري ارتاحوا راحة خاصة جدا وعنده ناس خرجوا من السكري لذا تنقلوا كثير من 700 ألف حالة سكري نجحات عن طريق زيت زيتون على الرق والماء والبصل 700 ألف بمعنى ماكيش المستعصي من الأمران بخصوص السكري وهكذا تمكننا نعاون للناس عن طريق الخيار عاصير مع شويد المعدنوس أو المعدنوس مع التفاح الماء والبصل عصائل كلهم أساسية ثم الإنسان يستعمل القطني طبيعيا طيبهم في الضر الفول الحموص العدس مع التوم المعدنوس وزيت العم وزيتهم شويد المرجان وهكذا كأسلوب أولي تمكننا نتغذى بدل الأسلوب وميخصنا خير أما المعلبات والمقلي كلهم ناس فهموا على أنه مصائب العالم وكلهم أبواب للسرطنات وأبواب ما الأسف لكل هذه الأمراض اللي هي المقلي والمعلبات واللحم الحمراء والججل اللي كانوا في السوق والغريب كان الناس تنصحوا الناس بالفرص طبيب الدقيق الأبيض هذا الجهل ونصحوا الناس أنهم يكلوا 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 السكر الأبيض والملح هذا كل الجهل وقلة العلم والعلماء التغذية تبرؤوا من هذا يتكلموا هذا الكلام ليتقوا كل شيء ما عنده علم وخكم قارئة 30 سنة في الجامعة لأنه ما فهمش الآثار عن الجسم وتلاحظوا الناس كل من يمشوا في هذا طريق الخطأ يبقوا في الخطأ والناس اللي يخرجوا من هذا النوع من التغذية السيئة فقط بذوت يخرجوا تلتشهر الأولى كثير من الأمر التي تتحيد والخفة والحيوية والشباب مهمة جدا والسكر بالطريقة إن شاء الله نتغلبوا عليه والله تعالى يخفف ما نزل لاحظنا أنه الناس ما تعرفوه يأكله وبداليل واحد عنده سكر وتبشي يأكل لك الفريد ويأكل لك يأكل لك يأكل خبز ديال الفورس ويأكل لك ماكل ديال المعلبات هذا ما فهمش على أنه العرق دياله راههم تايل عافو وتتراكم فيهم مواد لما تتقدش تدوز الجسم ولا تتخلص منها الجسم بداليل تتلقى من بعد ثلاثة سنوات ممكن خمس سنوات العوينات تضعفو الكلاوي تضعفو والبنية تضعف بلد أن تبدأ تضعف وشهدوا ما فهموش على أن نفس يتعلموا يأكلوا مية في المية فإذا صفر بقية ماذا ما بغوا يفهموه وما فهمت لالخطاب ديال مجموعة الطبيعة يقولونهم كولوا كل شي ما كان مشكل وشهد فهم علما أنه لتيضعف العرق خصوات موس سكرية لعرق تضعفو عندك المواد الحيوانية بدأ بالحيوانية اللحم الحمراء بالخصوص إذا كانت هرمونية والبقرية أقبح اللحم الحمراء زيد على تجاج الرومي والبيبي اللي فيه هرمونات اللي تضعف القلب وتضعف العرق العرق القنوات الدموية وتضعف الكبيد مش كل هو الكبيد هو من الأعضاء اللي تتلضم السكرية داخل الجسم إذن إلى أين يبقى هذا الجهل وعلماء التغذية يتكللمه بشكل واضح حضروا رأسكم من الكبيد رأسي تتكلف معا أي أكل حضروا رأسكم من القانوة والدوية الضعاف ونفي الإنسان تبدأ تتصاب مشاكل والدوية ونحن وليد عنده حضرشل سنة في تطوان والله يحفظه مربع أربع أشهر حتى الخمس أشهر استطعنا بفضل الله أننا أننا نتغلبوا على السكري والطبيب هو لحيد لولا عن السلين دليل على أنه إلا أطباء معلمتهم فقط سيروا معهم الطريقة التي تقولون وفجأوهم بعدما تتبعوا هذا النظام الغدائي اللي سنعطيكم وكثير من الناس التي تتبعوا الغدائي استطعوا يخرجوا من اللانسولين وعندنا المئات اللي يخرجوا من اللانسولين لأن يعيشوا حياة عادية وهذا دليل على أنه التغذية محوار في علاج سكري أول مادة سنركزوا عليها وممكن أنها تكفي إلا أحترمنا الإحترام هو زيت الزيتون على الريق هذا لديه 17 سنة هو تعاني من السكري ممكن اليوم عنده 20 سنة ممكن عنده 25 سنة حنا نشو تلاتين سنة ما عندناش مشكل زيت الزيتون على الريق تكون حرة بلا ملحة تتقدس ساعتين قبل الإفطار تتقويل قدوات الدموية تتقويل قلب كثير من الناس عندهم الكلاوي عياني تخرجوا من الفشل الكلوي كثير من الناس عندهم الكابيد عيان نخرجوا من التشم معكبيدي وواحد جاني من بوستون البارح من بوستون من أمريكا الشمالية من يتبع معنا خرج من ضعف النظر وخرج من ستياتوز اللي هو الكبدات تكون فيها الشحمة دليل على أن الأطباء تفاجئوا من هذا العلاج بهذه القوة وبهذه الصرامة وبهذه الإنتاجية وبهذه جودة دليل على أن زيت الزيتون من أرقى ممكن استعملوا في ضبط السكري وتنحمل القنوات الدموية وتتقايل أوكسيجن الدم الكابيد مرتاح البونكريا مرتاح الكيل مرتاحين حتى الدماغ قوة ومرتاح كلهم تتعاون باش السكري نتعاون معه نقدر نغلب على السكري إذا زيت زيت على الزيت ثانيا كل خوضة الخضراء يقدر السيدي يتحملها ويعرفها ويستود من أخوضها عصائل هنا ننصح بزا في المعدنوس لدينا حق 100 قرام 250 قرام في النار خضر المطحون ويغسلوه بالماء ونشوفه في الأقطوب ونحاول نستعمل حتى من الساعة يمكن نضيفه إلى التفاح والتفاح مهم في مراقبات كثير من الأخطاء اللي كان في الكيلة بحل الحجر أو الكابيد عيان تنقدر التخونزاميناز أو نتكلم مثلا على العياءات الجسم لمول السكال التي عرفها بشكل كبير وهكذا المناعات ترتعبها بشكل كبير وليما الكرافس اللي عنده التنسيوم زيانة أو البرو أو التوم أو البصل هذا كله سنستعملهم كلهم الليستعملوا الماء والبصل في السكال ارتاحوا راحة خاصة جدا وعندي ناس خرجوا من السكال لذا نقول 700 ألف حالة سكال نجحات عن طريق زيت زيت على الرق والماء والبصل 700 ألف بمعنى ماكيش المستعصي من الأمران بخصوص السكال وهكذا تمكننا نعاون الناس عن طريق الخيار عاصير مع شهد المعدنوس أو المعدنوس مع التفاح الماء والبصل عصائر كلهم أساسية ثم الإنسان يستعمل القطني طبيعيا طيب الفول الحموس العدس مع التوم والمعدنوس وزيت العم وزيتهم شهد المرجان وهكذا كأسلوب أولي تمكننا نتغذى بدل الأسلوب وميخصنا أخير أما المعلبات والمقلي كلهم نس فهموا على أن مصائب العالم وكلهم أبواب للسرطانات وأبواب ما الأسف لكل هذه الأمراض اللي هي المقلي والمعلبات واللحم الحمراء والجج اللي كان في السوق والغريب كان الناس تنصحوا الناس بالفرص طبيب الدقيق الأبيض هذا الجهل ونصحوا الناس أنهم يكلوا يكلوا السكر الأبيض والملح هذا كل الجهل وقلة العلم والعلماء التغذية تبرؤوا من هذه الناس يتكلموا هذا الكلام ليتقوا كل شيء ما عنده علم وخكم قرية 30 سنة في الجامعة لأنهم لم يفهم الآثار على الجسم وتلاحظوا الناس كل من يمشوا في هذا طريق الخطأ يبقوا في الخطأ والناس اللي خرجوا من هذه الناس التغذية السيئة فقط بدأوا يخرجوا الثلاثة شهر الأولى كثير من الأمر الذي تتحيد والخفة والحيوية والشباب مهمة جدا والسكر بالطريقة إن شاء الله نتغلبوا عليه والله تعالى يخفف ملاذا